أريدو سكن عبارة مكتوبة على ما تعرف شعبيا بالستوتة ما أثار استغرابنا وبعد اقترابنا منها رأينا شابا أب لأربعة أطفال مع زوجته يسكنون هذه العربة الجوالة البسيطة ويسيرون في شوارع كربلاء والله الأطفال نسبحنا بين الناس الخير بيوتها نسبح للتوالية وان مرح بالحمامات مال المواكب نروح بها ننزل نتكرم بالتواليتات ونطبق هنا نناكل ونشرب نجي للظاهر وما أكو كل حل أريد واحد ينطي نقطع ترغب بيت هاي عندي أربعة جالباشر عقبان أمود ولا وين يضلون بالشوارع يمسحون جام حالهم حالا هاي الناس اللي ما سوا لصرفه ونشتكى غير لله سبحانه وتعالى ونطالب بالحكومة احنا أريد لازم حل بديل ما يصير احنا بيجو الشوارع ونفتر ليس الأب وحده يعاني الأطفال كذلك ورغم براءتهم وعدم فهمهم بأمور الحياة إلا أنهم بكل براءتنا يطالبون بسكننا وملابس تحمي أجسادهم من برد الشتاء ما يزيد أبناء الوطن حبا لوطنهم الشعور بأن البلاد بلادهم وسعادتهم في إعمارها وراحتها وتعستهم في خرابها فكيف للذي يعيش في وطنه وليس له وطنه من كربلاء وليد الصالح التغيير ترجمة نانسي قنقر